بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أليه وأصحابي أجمعين أهلا بكم حبايبي في جولة جديدة في اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط في أيام كده في أيام العيد طبعا جايين نعيد عليكم واللي ما خرجش نخرجوا معنا الخروجة البسيطة دي طبعا احنا على البحر طبعا احنا بالنهار يا حبايبي يعني ما فيش ناس كتير برضو على البحر في أيام العيد بقى احنا كده خدنا يعني ايه خدناه زي تمشيه كده ايه على البحر يعني طبعا بحر اسكندرية ده غني عن التعريف جماله بقى وحلوته ورحت اليود حاجات كتير قوي يعني الواحد لو متدايق ولا حاجة ممكن يتمشى شوية على البحر ممكن ياخد مواصلة من أبو إير حتى الغاية المنشية والغاية البحري يا سلام أحلى بحر في الدنيا بحر اسكندرية طبعا احنا ماشيين كده نتفرج بقى البحر قدامنا كمان في أماكن بيبقى باين فيها البحر قوي وفي أماكن لا احنا هنا قريبين قوي من فندق سانستيفانو ادي فندق سانستيفانو او الفور سيزون اهو اللي قدامنا ده طبعا من الحاجات المهمة قوي او المميزة لسانستيفانو طبعا في بقى عندنا في اسكندرية معالم كتيرة قوي يعني احنا لو عددنا هنعدد حاجات كتيرة قوي في اسكندرية طبعا ده من الأبناء الحديثة وكده في بقى برضو معالم قديمة زي القلعة قايد باي زي المصرح الروماني زي حاجات كتيرة قوي اسكندرية بقى دي العشق والبحر بتاعها بقى والشط بتاعها حاجة كده خيال طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة العيد زي ما قولنا لو احنا عايزين في البيت كأننا كده ايه انتوا معانا في الجولة دي احنا مكملين على البحر بعد بقى ما عددنا سنستفل وكده كده عند جليم بايا هو داخلين على جليم بقى أو على ستالي وكل ده طبعا الحتة دي اسمها جليم أو المنطقة دي اسمها جليم الناس يعني طبعا اللي ما يعرفوهاش برضو من الأماكن الحلوة قوي يعني فيه أماكن حلوة كده توقع البحر فيه أعداد حلوة يعني من الأماكن الحلوة جدا جليم طبعا التاكسل أصفر بقى بتاعنا ده اللي هو أصفر فيسود طبعا اللي بيميز اسكندرية احنا كده هنبقى يعني قريبين قوي من من ستالي لسه شوية هندخل على كبري ستالي إن شاء الله اللي بقى لي زكريات في اسكندرية يا ريت يكتب لنا أو اللي خرج أول يوم يقول خرج راح فين فيه بقى النوادي بقى نادي المهندسين ونادي المعلمين وكل الأندية اللي هي أندية اجتماعية دي على البحر أو على الشط بتاع اسكندرية أو كورنيش اسكندرية كده احنا داخلين بقى على إيه؟ طبعا معلم حلو جدا زي إيه؟ زي اللي هو كبري ستالي ده كبري ستالي ده الواحد وفصحة يعني لو عايزتي جي تتفرجي بقى على منظر المية كمان من ناحيتين أو من ثلاث نواحي كمان المنظر هنا رهيب يعني أنصح أي حد جاهز كندرية أو زرها يشوف كبري ستالي ومنظر المية حلو جدا ومن كل ناحية كده مية اكتبوا لي بقى عملت وإيه؟ أول يوم العيد نزلت ولا لأ؟ تاني يوم العيد روحتوا فين؟ يعني معظم يعني الناس أول يوم العيد يا دوبك زيارة الأرايب مثلا الصلاة بيرجعهم الصلاة يناموا شوية طبعا بيبقى كل شهر رمضان صهر عشان السحور وكده بس والله يعني الواحد مش بيبقى عايز شهر رمضان ده يخلص خالص لأنه شهر كله خير وبركة احنا كده طالعين كبري سيدي جابر ده بقى كبري سيدي جابر برضو من الحاجات الجديدة اللي اتعمد في سكندرية طبعا الحاجات الحلوة بقى اللي احنا شايفينها دي يارب الفيديو ده كده يعني يكون بيفكركم بذكريات حلوة يبسط حضركم احنا مش هنفضل على البحر على طول هندخل برضو جوا شوية كده بصوا بقى جماعة بصوا بقى منظر الكورنيش منظر جميل ولو الجوالات دي بتعجبكوا هريد تكتبوا لي في الكومنتات برضو الكباين طبعا على الكورنيش اسكندرية كل ده احنا احنا يعني كده يعتبر قربنا ندخل على السلسلة طبعا منطقة السلسلة اللي هي منطقة الشطبي اللي هي اساس اسكندرية او مكان اسكندرية القديمة اللي بناها الاسكندر الاكبر او تحديدا يعني هو الاسكندر الاكبر هو يعني كان عايز يبنيها وكده انما بعد كده كمل بناها بطليموس الاول فكانت على جزيرة اسمها جزيرة راقودة مكتبت اسكندرية هي وهنبقى نورها لكم في الرجوع برضو ادي السلسلة اللي بقول لحضراتي تمثال السلسلة اللي بقول لحضراتكم عليه برضو ما ظنش ان في حد بيجي اسكندرية بيصورش عند تمثال السلسلة وطبعا الاشجار بقى المنطقة دي حلوة قوي منطقة السلسلة دي جميلة ومنظر البحر فيها روعة وانتي واقفة او يعني بتشوفي كمان القلعة قلعة قايد باي من المنطقة دي فالمنطقة دي بتبقى حلوة جدا وقريبة جدا طبعا من مجمع الكليات وكده احنا كده بقى خلاص بقى دخلنا على شرع تاني غير شرع البحر بناتجول بقى في شوارع اسكندرية يعني زي ما نقول كده بنفسحك وكده معينا جوة بقى شوية بقى بعيدنا عن البحر شوية كل شوارع اسكندرية حلوة يعني فيه شوارع كده ياريت لو حد برضو بيحب شوارع معينة او جوالات معينة يكتب لنا في الكومنتات احنا بقى ايه مش هنعمل جوالات بقى دلوقتي فنعمل ايه نعمل جوالات في شوارع اسكندرية الجميلة دي احنا كده يعتبر داخلين على محطة الرمل بس محطة الرمل بقى ايه من ناحية جوة كده طلعنا هون طبعا ده الجامع اللي قصدنا ده جامع القائد ابراهيم مشهور جدا في اسكندرية اللي هو في المحطة اللي قبل محطة الرمل على طول اهو طبعا الجامع ده يعني مش عايز اقول لكو بقى يعني من اهم الجامع اللي عندناه في اسكندرية وكبير جدا اه داخلين بقى كده هنروح بقى ايه ناحية البحر كده مراجعين بقى خلاص فدنا كده طريق البحر كله وبعد كده احنا هنرجع برضه من طريق البحر زي بقى بتبقوا معايا في الجوالات في المحلات وبفرقوا على الاسعار وفرقوا على كل المنتجات وبرده واحنا خارجين كده خروجة حلوة لازم تكونوا معنا اي نعم هي كانت يعني كده في العربية كده بس كيفية ان احنا نشوف شوارع اسكندرية وجمالها والحاجات الحلوة دي اتمنى يا رب الفيديو بجد ينالي اعجاب حضراتكم يعني اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه اللي اعجابكم ايه اهم المنطق في اسكندرية المنطق اللي بتحبوها ليكم ذكريات معاها طبعا الشجر على طول موجود في الطريق اللي هو طريق كورنيش ده في النص كده في الجزيرة اللي في النص دي بيدي طبعا منظر جميل جدا منطقة دي كلها حلوة اهي احنا كده داخلين بقى دلوقتي كمان يعني يعتبر داخلين على مكتبة اسكندرية اللي هي الشطبي طبعا ايسا بقى مكملين في الجولة بتاعتنا اهي مكتبة اسكندرية اهي طبعا من الحاجات الحديثة برضو اللي مبنية مكتبة اسكندرية دي لازم اي حد ييجي اسكندرية لازم تشوفوها فيها حاجات حلوة جدا جدا بجد يعني يعني اه يا ريت لانها برضو من الحاجات الجميلة اللي اتعملت في السنين الاخيرة دي وبردو مكملين الحنطور طبعا الحنطور بقى برضو حاجة بتميز اسكندرية جدا بتبقى فصحة بقى روعة بالحنطور على البحر يا سلام حاجة اخر جميل حاجة كده بترجعنا برضو الايام الحلوة احنا كده بقى يعتبر دخلين على شارع قناة السويس طبعا المنطقة دي قبلنا قبل ما نيجي كده كان فيه مستشفى الشطبي ودخلين طبعا على ايه؟ على كلية اداب طبعا ذكرات الحلوة كلها في كلية اداب دخلين بقى كده على طبعا شارع اللي احنا قلنا عليه شارع قناة السويس طبعا برضو الشارع ده من الشوارع المهمة جدا في اسكندرية في مدرسة محمد علي مدرسة صناعية طبعا دي مقابر بقى اللي هي على الناحية التانية دي كده كان جولة سريعة اتمنى يا رب ان هي تكون عجبتكم يعني بصوا هي جولة كده على السريع اتمنى تكون عجبتكم ممكن على فكرة نعمل جولات زي دي ونتكلم في موضوع كتير جدا لو كده لو عجبكم الفيديو كتبوا لي بقى في الكومنتات تحت انا قلت عايد عليكم وقلوكم كل سنة وانت طيبين اتمنى منكم الدعوة الحلوة وشكرا والسلام عليكم